يعني لا رعل تفاعل جناهي الاستليني أفضل دليل عن توقعات السوق أو تقدير السوق لأثر هذه الأرقام على السياسة النقدية لأنه جناهي الاستليني اليوم يتراجع بحوالي 0.20% مقابل الدولار الأمريكي 1.28% مقابل الدولار في إشارة إلى أن الأسواق تحتسب أن هناك احتمال وبالتالي زاد حتى بعض صدور هذه الأرقام أن يخفض بنك أوف إنجلند الفائدة مرة ثانية في سبتمبر هنا التذكير أن البنك خفض الفائدة بربع نقطة أساس الأسبوع الماضي في يوم الخميس الأول من أغسطس والبعض كان يقول ربما أنه سيتمهل أو ينتظر حتى نهاية السنة حتى قالها أندروبيلي أنه ربما لا تصرع لخفض جديد في الفائدة بعد الخطوة التي قام بها في الأول من أغسطس ولكن أرقام اليوم ربما تفتح الباب أمام إمكانية الخفض في سبتمبر حتى قبل ديسمبر لماذا؟ أولا هناك إيجابيات وهناك سلبيات ربما الإيجابي هو أن معدل التدخم ثفع ولكن ليس بالنسبة التي كانت متوقعة يعني كان عنده 2% وارتفع إلى 2.2% كده هذا سلبي ولكن الإيجابي هو أنه لم يرتفع إلى 2.3% التي كانت تتوقعها الأسواق أيضا الإيجابي هنا أنه ربما هذا هو المقياس الأهم بالنسبة للتقدير السوق بشأن السياسة نقضية يقف عنده 5.2% تراجع كبير عن 5.7% التي كان يقف عندها قبل شهر فهذا إيجابي وأيضا أرقام الرواتب يوم أمس التي دلت على نمو الرواتب بـ 5.4% في تقرير العمل يوم أمس البريطاني أيضا أدنى نمو أو أبطأ قد نقول نمو لنمو الرواتب في عامين فكل هذا يعطينا إيحاء أن هناك مجال أمام بانك أوف إنجلن لخفض الفائدة وأخيرا الأسواق تحتسب خفض في نطاق الـ 45 نقطة أساس إجمالية هذه السنة وفقط أخيرا نقطة مهمة لماذا؟ لماذا ارتفع معدلة تدخم السبب الأساسي هو بحسب مكتب الإحصاءات ارتفاع التكلفة أو التكاليفة المنزلية تحديدا تكلفة الكهرباء والغازة التي كانت تتراجع بشكل تدريجي على مدار تقريبا عام كامل ولكن عادت لترتفع خلال شهر يوليو ترجمة نانسي قنقر